السلام عليكم بناس كديرين لبسركم جيتكم فيديو جديد اليوم سوف نقترح عليكم واحد العراضة التي قمت بها كانت صراحة خفيفة ضريفة و قمت بتقديد هذه القطيرة سوف نقوم بعمل عراضة جدا لديكم حباب شضيف مهم هنا يشتتت واحد جوزة بيطة تلخص تغسلوهم جيد تستقطروهم راكم عارفين وشتتت بطاة سلقتها و لكت بخورات الخضر كلها و تسقطوها كبز و كامون و شوية ربيع و لا يتم تأتي بطاة سلم و نفس الطريقة تستطيع الخيزة و كذلك اللوبيع و نشتت طاة سلقتها و لا نسقطوها و لا نسقطوها و أعطيها غير مطلس و تستطيع اخذها و تستطيع الكثير من الخل و تستطيع اضعها بسلاركة جيزوية و تستطيع اضعها و تستطيع الأصدام و تستطيع اضعوا كما تشاهدون في الصورة وحن بخرته في الوسط طبق غزال المرافقة المرافقة المسلوق سلطة الميز الميوناز مردم المنزل سيارة الدخول المنزل 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 أكبر غنم يجب أن يكون في مرحباً يجب أن يكون في تين و أضع لهم نقطة الخل حتى يجب أن يكون حشاشين هذا اللوز أقليته و أقليته في الزيت يكون برد حتى يكون لون جيد صراحة الله هذه أعراضة التي تخفيفها و أخذتها و أخذتها و هذه المروزية التي جاءت من معل أبطيرا نعود لكم صراحة جزوينة و أعطيت تغير لكم مقتراحات من طريقة كيف يصابت مهم شوية جزوين دجاج و القطبان و قدمناهم كطبق أول و تضع الخص و شلادة و المبخر و المبخر و من مورها و قدمنا المروزية و صراحة جزوينة و أتمنى أنكم تجربوهم لا تنموش عليهم أريد أن نظر لكم في هذا الفيديو صراحة جزوينة و أخذتها هذا البيت السمن كان عندي و سلقته و ديكوريت بيه و سنجلان و سنجلان و هذا الطبق و أخذت لكم المبخر مع الخضر كي يأتي جزوين و هنا الديسر و أتمنى أن الفيديو يكون خيف ضريف عليكم و لا تنسونيش من اللايك و شكرا بزافي لكم و اتمنى اللي في رأسكم من الفيديو القديم إن شاء الله بسلام عليكم